أكد تقرير دولي بموقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نحو 21 ألف طفل في عداد المفقودين في غزة والعديد منهم محاصرون تحت الأنقاض أو محتجزون أو مدفونون في قبور مجهولة أو فقدوا وفقدوا عائلاتهم حسب ما ذكرت منظمة إنقاذ للطفولة وأفادت فرق وحماية الطفل التابعة للمنظمة بأن عمليات النزوح الأخيرة وناجمة عن الهجوم على رفح الفلسطينية قد أدت إلى فصل المزيد من الأطفال وزيادة الضغط على الأسر والمجتمعات التي ترعهم